هل أنت من المفعوصين في الأرض؟ المفعوصين اللي هم الناس اللي بيتعصروا على آخرهم وما فيش حد بينجدهم فالطبقة المفعوصة دي هي الميدل كلاس الطبقة المتوسطة فلو حضرتك من هذه الطبقة فأنت مفعوص يا ولادي ليه؟ تعالوا أقول لك عشان تبقى فاهم النظام فأمريكا ماشي إزاي يهي النظام السياسي والاقتصادي والاجتماع يهي بيأثر على حياتك سيبك من الأسامة الكبيرة لكن إيه اللي بيأثر على حياتي أنا ويوميات حياتي تبقى فهم فحضرتك لو أنت من الطبقة المتوسطة فحضرتك مفعوصا على الآخر ليه؟ لأن الطبقة الغنية أقل لناس في أمريكا بيدفعوا درائب هم الطبقة الغنية الملايين دول وعندهم امتيازات درابية بتقللهم شوية درائب اللي بيدفعوها زائد أنه عندهم وسائل ومكاتب محاسبة ومحامين بيساعدهم يقدروا أنهم يشوفوا اللوب هولز بتاعة الدرائب ويطربوا منها وبالتالي يوفروا بلايين البلايين من الدولارات كل سنة فالسلوس اللي بيجي لهم دخل جيوبهم على طول الطبقة محدودة الدخل بياخدوا مساعدات كتيرة من الدولة علشان يقدروا يقفوا على رجليهم وحقهم ولكن الطبقة المتوسطة بقى لأنت كواليفايد أن أنت تاخد مميزات ولا أنت واصل للطبقة الأغنية عشان تاخدوا المميزات الدرابية بتاعتهم فلا أنت هنا وأنت في النص بقى هي أهم حاجة فيها إيه؟ حزام الأمان بتاع أي دولة هي الطبقة المتوسطة كلما الطبقة المتوسطة تزيد ده معناه أن الدولة وقفة على أرض صلاة فبيقولوا أن أحسن يعني رقم 80% من الشعب فأي دولة يكونوا طبقة متوسطة 1-2-5% يكونوا الناس الأغنية قوي والباقي يكونوا محدود الدخل الطبقة المتوسطة دي المميزات بتاعتها أنها ما هيش عبقة على الدولة فما بيأخلوش مساعدات من الدولة كتير وفي نفس الوقت هي دي الطبقة اللي بتشتغل كتير بتتعلم كويس قوي عايزة تكبر عايزة تبقى كويسة تحسب من وضعها فيفضل يشتغل يشتغل ويتعلم ويثقف نفسه وفي نفس الوقت أكتر طبقة بتدفع ضرائب هي الطبقة المتوسطة هتلاقوا كل الكباري والإنشاءات اللي بتحصل في الدنيا دي ها معمولة من الفلوس اللي بيغضوها من الطبقة المتوسطة مش من الناس العالي انهم ما بتفعوش قصة مدر ازاي؟ فيه بقى ايه؟ مصدرين للدخل الكبار انت بتدفع عنهم ضرائب مصدر اسمه الـــــافتالجين دي الفلوس اللي بتجيلك من استثماراتك في البلصة ايه لو عندك امت trabalhoات مثلا اراضي مصنع مول مجمع سكني حاجات زي كده الــــــــــــ لا يستخدم كل ده اسمه الـــــــــــي ده بيتدفع عنه ضرائب قد ايه؟ بــــ 15% حشرين في المية ده على ايه تقدير ده اما الحاجة التانية ضرائب الدخل له المرتب اللي بيدخل لحضرتك ده أقل حاجة بتدفعها 22% ويزيد بقى 22% 25% 30% وهكذا معظم الناس الأغنية قوي الدخل بتاعهم اللي بيدفع عليه الفلوس الكتير جاي لهم من الاستثمارات والعقارات اللي بيمتلكوها وكده وحتى العشرين في المية هي أعلى حاجة ممكن يدفعها عشرين في المية حتى دي كمان ممكن ما يدفعوهاش ليه؟ ممكن يقدموا بقى إن مثلا في مصاريف مثلا لو هو واحد عنده مجمع سكني يقول لك والله عندنا مشاكل عندنا مشاكل مش عارفة بنعمل للحيطة بنعمل يفضل يحط بقى بتاعته دي في الآخر يطلع المخسران مش كذبان يعيني كمان ممكن إنه هو لو صاحب شركة بقى البنزين الصفر رح يسافر في حتة رح يتغدى في مكان كل ده يحطه على إنه دي مصاريف طريت أسافر هوايا عشان أحضر مؤتمر طريت أشتري عربية أعلى حاجة بنتلي ولا حاجة عشان الشركة ويفضل بقى يحط إيه المصاريف فدي كلها تتكبر مصاريف ففي الآخر يلاقي نفسه إنه مش هتفع ضرائب بالعكس يمكن هو حرام خسران كمان دي الطبقة الأقلية أما بالنسبة للإنكم تاكسس بقى اللي هو ضرائب الدخل هما بياخدوش دخل يعني المرتب بتاعهم قليل يعني أنت متخيل مثلا جيف بيزس ولي ألون ماسكو بياخدوا مرتبات كام 80 ألفة في السنة 75 ألفة في السنة وبالتالي بيدفع ضرائب قليلة جدا عليه وهو أصلا يحرام غلبان وعنده بقى مصاريف فما بيدفعش حاجة خاصة غير حضرتك بقى لو أنت من الطبقة المتوسطة فمعظم الدرايب بتاعتك بتفعها من الانكم تاكس درايب الدخل دي أعلى تاكسس ممكن تدفعها فبتدفعها بداية كده لو أنت بتعمل 42 ألفة في السنة هتدفع 22% درايب كل ما يزيد يزيد الدرايب بتاعتك بقى كل في 30% و50% سؤالنا أصلا فيش 50 ده في 30% و39% وهكذا فالدرايب بتاعتك بتديد كل ما مرتبك يزيد كمان الناس الأغنية دول عندهم امتيازات ضربية مثلا لو أنت حضرتك فتحت الشركة وعدت في الشركة دي خمس سنين أول عشرة مليون دولار بتعملهم مع فيه من الدرايب ده على فكرة هتلاقوه تحت كود اسمه IRC 1202 12-02 دوروا عليه هتلاقوه السكشن ده موجود فعشان كده تلاقي أصحاب الشركات الكبيرة دول والناس البلين يفتحتك شركة واتنين عنده خمس تلاف شركة شركة عشان البطنيات وشركة عشان المخدات وشركة عشان شركة ما هو فقال ضربية بقى هو بيعرف يتصرق هو بيعرف يتصرق فده الطبقة الايه؟ الاغلية طب الطبقة بقى الفقيرة او محدود الدخل يعني ايه مقابع حاجاته؟ قبل ما اتكلمكو عالطبقة محدود الدخل عايز اقولكو ان فيه ناس كتير من الطبقة المتوسطة بيحاولوا يعملوا مشاريع عشان يزودوا مصادر الدخل بتاعهم ويفتحوا بيزنس انت لما تفتح شركة بتاعتك ويهي بقاليك بيزنس عندك مميزات ضربية اكتر بكتير من انت تكون موظف فالحية واحدة من متابعين الجمال للقناة بتاعت حكايات من الولايات اسمها قاطمة هي فاطمة الزهراء هي مغربية وعملت مشروع جميل جدا وبعثت لي يعني سامبل لي طبعا هي لفاء دبعا انا فتحته عشان كده والشكل كده بيت هيكت لفاولي لفة حلوة وجاي بقى ايه؟ يعني متحصن تمام وكل حاجة هي عملت مشروع حاجات للبشرة الحية انا بسط جدا في المغربة في حتة الزيوت بتاعتهم والخلطات اللي بيعرفتوا يعملت عرصين حمام المغربي والكرامة فتا بس عايز اقريكو ايه الحاجات بتاعك فعمل مثلا ده ده ماسك ده ماسك طبعا بعتلي سامبلز ليه ده ماسك بيتحط على الوش لونه ازرق شايفين بسمية ايه بتقول لي النيلة الزرقة طبعا كلمة نيلة عندنا في مصر حاجة تانية خالص ولكن النيلة الزرقة دي طبعا كده بتحطها على الوش الحية فعلا بتخلي لون البشرة استعملته بصراحة فرق معي عمل لون البشرة كده نادر وكلها لون واحد بيشيل اي تصبغاتها في الصيف مع الحر ومع الشمس وطور النهار مع الولاد في الشارع بحقيقة حاجة يعني ايه ممتاز عملت برضو سكراب تاني السكراب ده بقى عاملاه من النواة بتاع الطمر راحته حلوة قوي لطيف جدا ان هي بقى نفقه دي تشارف افتحولكم ازاي بس انا استعملته فتحته ودخلته تاني المهم يعني ده سكراب بتحط على الوش كده وتسكراب بيشيل ايه الطبقة الميتة ولكن بقى حاجة بفيش بقى مواط حفظة مفيش الكلام ده كله ففعلا بيشيل الطبقة الميتة بتاعت الجلد ايه وتحيث ان وشك فيها نضارة بعد كده واخيرا بعثتلي حاجة تالتة ده عبارة عن زيت برضو من نواة الطمر ده برضو للوش علشان حقيقة من اول مرة والله انا ما ببالغ من اول مرة حطيته حسيت في فرق الوش بقى بيري سموذ وكمان بتقول ان هو يتحط على الشعر نسا مجربتوش على الشعر ايه يعني بتقل الشعر وكده فلحقيقة انا بسط جدا في المغربة وفي طريقتهم انا ليه بقولكوا كده علشان انا عايز اشجع الناس اللي زي فاطمة الناس اللي بيعملوا مشاريع عندهم فعلا تالنت ومعلومات طب ليه بستعملش المعلومات دي ان انا اعمل حاجة ليا تفيدني وفي نفس وقت اتفيد الناس التانية فانا يعني بطلب منكم ان انتو تشجعوا ساطمة بين انتو تشتروا المنتج من منتجاتها تجربوه حقيقي انا جربتو والله انا ما بقولش حاجة الا ما كون جرتها فعلا كويسة وفي نفس الوقت يعني تدو كده امل للناس اللي عندها عظيمة وقراضة انها تقف على الجيه ما تفضلش من الطبقة المفعوصة طول الوقت مهمة اكمل لكم بقى الطبقة بقى الايه المحضوز الدخل معلش يا فاطمة حاجاتك في الحفر والصور قالوا بقى نتكلم عن الناس محضوز الدخل ايه المساعدات اللي الدولة بتديها لهم؟ اللي حقيقة مساعدات كتير 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 مثلا من ضمنها السبسيدايتس هاوسز ان هم بيدوهم اماكن للفكن يعني مخفضة ايه اما بيدوهم فاوتشر يدفعوا بيها الاجار او يفكنوهم في شؤة او اماكن مخفضة ما يزدش عن 30% من داخلهم فتلاقيه بيدفع تلا 200 دولار 500 دولار ايه الايه الايجار بتاعه في الشهر ده غير البرامج المدعمة للكهرباء والمياه ودلوقتي فيه برنامج للانترنت حيبقى تقريبا ببلاش تماما لطبقة محضوز الدخل ده غير كمان مثلا السناف اللي هي كان زمان بيسموها الفود ستامس للأكل فتقريبا احنا نتكلم عن 47 مليون واحد على السناف ده ده غير ان كمان فيه برامج خاصة للمرأة الحامل والاطفال فيه اصلا برنامج خاص للبن ليه الناس في محضوز الدخل انهم ياخدوا اللبن ببلاش تماما بنتكلم على الوالفير بروجرام فيه للناس اللي هما يعني محضوز الدخل قوي قوي او لو انكم قوي دول فيه 2.5 مليون شخص على امريكا بيدوم فروس كتيرة جدا تقدر انها توقفهم على رجلهم حتى التعليم فيه البيل جرانت ده برضو بتدخل تتعلم في وقتهم في الكوميونيتي وكده ومن غير فلوس خالص ما يتفعش حي تدفع يعني لا شيء وهم بيكملوا بقية التعليم طيب امتى الدولة تعتبرك من ميدل كلاس يعني انت بتاخد كام علشان الدولة تعتبرك ان انت ميدل كلاس طبعا بيعتمد على عدد الناس اللي موجودين في الأسرة فلو حضرتك سنجل وبتعمل اقل من 30 ألف من 30 ل 90 ألف انت كان طبقة متوسطة اعلى من 90 ألف في السنة فانت طبقة كويسة اقل من 30 ألف في السنة فانت محدود الدخل ده لو انت سنجل طب لو اتنين في الأسرة فانت بتعمل من 42 ألف ل 127 ألف ده الطبقة المتوسطة لو 3 أب و أم و طفل مثلا فبنتكلم على 51 ألف ل 155 ألف انت كده متوسط لو 4 أب و أم و طفلين 60 ألف و 180 ألف أما بقى لو من أسرة من 5 أفراد فانت بتتكلم على 67 ألف ده الأقل حاجة وأكتر حاجة 201 فدي الأرقام اللي ايه اللي معلنة واللي موجودة وانت لو انت بتاخد في الحدود دي فانت هتلاقيك مش كواليفايد لكتير قوي من البرامج اللي بياخدها الناس محدود الدخل ومش كواليفايد أكيد للناس اللي ايه بتاخد المميزات بتاعت الناس بتاخد مميزات احبت بس ان انت تبقى فاهم تبقى قاعد كده وفاهم انت فين والدولة بتبصلك ازاي وكده لو كان الفيديو بتاعت دا لك اي معلومة فياريت تشاير الفيديو وتاع السبسكريبشن وتكتبولي بقى في الكومنتز كده عشان أعرف أراءكم حضرتك من اي طبقة أحب أعرف كم معاك راني يا سلطان ودي حكايات من الولايات